احنا بعدنا طبعا في موضوع صفك الدم خلينا نتكلم عن حتمية الفداء أو حتمية يعني الزبيحة ليه الزبيحة بالتحديد حتمية الفداء والذبيحة ترجع لثلاث أسباب السبب الأول أن واضع القانون لأن الموت كأجر هو الله وليس الإنسان أجرة الخطيئة هي موت النفس التي تخطئ هي تموت حيث أن الله واضع القانون ليس من حق الإنسان أن يغيرها الزقر الأمر الثاني أنه إيه الوسيلة اللي بيها لو شخص محدود أهان اللي محدود على سبيل المثال موظف فيه إحدى الوزارات أهان زميله يقدر يعتذل له ويجيب له هدية لكن لو أهان الوزير ورح يقدم له هدية تبقى المصيبة مصبطية ليه ده ما فيهاش تقدير للوزير أمان لما الإنسان المحدود اللي خلقوا الله يهين الله ويكسر التراب ابن آدم الدود يا أخي نزار ده النهار ده فيروس صغير بيعزم الناس الطب وقف عاجز حتة فيروس فالإنسان اللي فاكر روحه حاجة حتة فيروس لازم بالميكروسكوب تكبر وتكبر عشان نشوف إيه هو الإنسان؟ من هو الإنسان؟ فهذا المحدود الترابي يهين الخالق العظيم فبقى ما ينفعش المحدود يدور على طريقة يعالج بيها اللا محدود وإلا تعتبر إهانة؟ إهانة إهانة لقدرته وسلطانه ومحبته كل حاجة لأنه لا فيه يعني ناس بتقولك إنه لازم أرضي الله أنا عم بصوم عم بصلي عم بعمل صدقات حسنات أعمال لكن كلها يعني أمور كويسة لكن أنت لما بتهين الله الغير محدود إيه ممكن تعطي الرب؟ اللي بيقول كده ودول كطار جوه المسيحية وخارج المسيحية الحقيقة لا عارف إمته هو حاج مؤد إيه ولا عارف الإله اللي بيقدم له قد إيه يبقى هو شايف الإله ده حاجة على قده فيرضيه بشوية أصوام الصدقات والصدقات وأعمال خير لا هو ده أنت هو ما بيقوله الله بيقول في العهد القديم للشعب اليهودي قال له أنت فاكر يعني لما تجيب لي زبائح هو أنا ناقصني أكل زبائح فين تبتك؟ فالله حتى للشعب اليهودي قال له مسبكم من الشكليات أنتوا أيديكم ملطخة بالدماء شكرا